مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم أينما كنتم وبنسعد في كل مرة بنلطقي فيها معاكم من خلال برنامج عبر الكتاب وكمان بنسعد بمتابعيتكم لكل برامج قناة الحياة عنوان حلقة اليوم هو مشكلة دكتور منقذ السقار مع محبة الله تمثل محبة الله جوهر الإيمان المسيحي فالله أحب الإنسان إلى هذه الدرجة أنه أعطانا ابنه وحيده لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وأعلن لنا الكتاب المؤدس أيضا بكل وضوح أن الله محبة زي ما أعلن أن الله روح وأن الله نور أعلن أيضا لنا أن الله محبة وعلى صفحات الكتاب المؤدس بنجد محبة الله تجاه الإنسان فزي ما نعرف أنه لو حاولنا نلخص الكتاب المؤدس هنلخصه في عبارة واحدة أنه هو قصة بحث الله عن الإنسان من أول ما ربنا خلال الإنسان إلى هو ذا مسكن الله مع الإنسان إلى الأبد فبنجد أن الكتاب المؤدس هو بحث الله عن إنسان الله الذي يبحث ويفتش ويحب ويأتي بالإنسان الذي فداه وخلصه إلى العلاقة والشركة معه لكن يبدو أن هذه الحقيقة تغضب الدكتور منقص ويرى أن هذه ليست ميذة في المسيحية فكذلك أيضا الكرآن والإسلام عنده محبة الله ويتحدث عن محبة الله ويحاول الدكتور منقص جاهدا بشتى الطرق أنه يطعن في محبة الله كما أعلنت لنا في الكلمة المكتوبة كلمة الله الكتاب المؤدس وأيضا من خلال الكلمة المتجسد شخص الرب يسوع المسيح وهو بيعمل كده بطريقتين طريقة الأولى أنه لا 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 أنتوا دي مش ميذة دي موجودة أيضا دي حاجة مش بتميز المسيحية دي موجودة أيضا في القرآن للدرجة هنشوف أني بيقولك أن القرآن تحدث عن محبة الله أما الكتاب المؤدس فتحدث عنها في آية واحدة الحاجة الثانية أنه محاولته أن يطعن في حياة الرب يسوع ويحاول أن يظهر من خلال حياة الرب يسوع أنه لم يكن محب بل كان قاسيا ولم يكن رحيما بل كان عنيفا في بعض الأحيان حاول النهاردة بقدر الإمكان أن نحن نتناول بعض هذه الفيديوهات ونقدم للدكتور منقذ شرح عن محبة الله التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس خلونا نشوف أول فيديو في الدكتور منقذ بإسلوب التحكم بيقول إنه ده بحسب اعتقدكم أن الله محبة دي مش ميزة بس عندكم لكنها ميزة أيضا موجودة في الإسلام خلونا نشوف أول فيديو ونرجع نعلق عليه ما زلنا نتحدث مع جناب القص الدكتور أشرف عزمي وهو يتحدث عن مزية مهمة في المسيحية لا يوجد مثلها بحسب زعمه في الإسلام هذه المزية أن المسيحية كما تعلمون هي رسالة الحب والحب والحب فالله عندهم وعندهم فقط كما يزعمون الله محبة والله يحب كل أحد يحب المسلمين ويحب المسيحيين واليهود والبوذيين وغيرهم من الأمم فمحبة الله هي للجميع يحب هتلر ويحب سليني ويحب يهود الأسخر يوطي طيب هذه كلام الدكتور منكس إنه هذه ميزة بحسب اعتقادنا هو لا يرى أنها حقيقية هو يرى أن نحن بنفكر فيها بس كده لكنها ليست حقيقة فالمسيحية لا تتميز بالمحبة ولا يميزها عن الإسلام أو عن الكرآن في أنها تتحدث عن محبة الله أكثر وتظهر هذه المحبة أكثر دكتور منكس أنا معرفش أنهي كتاب حضرتك بتقراء وأنهي كتاب مؤدس عندك لأن محبة الله واضحة جدا في كل صفحات الكتاب المؤدس وآيات كثيرة جدا تتحدث عن محبة الله بل محبة الله تجسدت في شخص يسوع المسيح الذي رأينا فيه محبة الله معلنة بكل وضوح للإنسان فاحنا مش بنقلف ومش بنحاول نجيب حاجة مش موجودة ونقول إنها موجودة الفيديو اللي جاي بيقول الدكتور منكس فيه إيه بيقول إنه محبة الله ده القرآن تحدث عن محبة الله أكثر من الكتاب المؤدس طبعا حضراتكم مش مسدقين لأنه ما فيش واحد أبدا درس مقارنة أديان يقول الكلام ده فخلونا نشوف دكتور منقز كمان في الفيديو اللي جاي بيقول لنا إيه عن إن القرآن تحدث عن محبة الله أكثر من الكتاب المؤدس إذا كانت المسيحية هذه مزيتها الكبرى فكما أخبرنا جناب القص هناك عابرون من الإسلام إلى المسيحية عبروا لأجل هذه المزية العظيمة وجدوا بأن الله في المسيحية محبة ولم يجدوا مثله في الإسلام مع أن آيات القرآن مليئة والله يحب والله يحب بينما لم يجد في الكتاب المقدس إلا مرة واحدة أن الله يحب المزمور 147 والله يحب الصالحين طيب غالبا الدكتور منقز بيعمل إيه زي أي واحد مسلم بيدور وبيبحث بيعمل إيه بيأخذ كلمة الله يحب مثلا كويس ويعمل عليها سيرش في الكتاب المقدس فإذا وجد أن كل العبارة زي ما هي كده طلعت أن الله يحب يشوف عدد المرات اللي جيه في الكرآن كام وعدد المرات اللي جات في الكتاب المقدس كام هو لا يبحث عن موضوع محبة الله كموضوع كويس مع أن الله يحب وردت أكتر من مرة مش مرة واحدة لكن هو هو دي طريقة بحثه طريقة بحثه أنه يشوف العبارة نفسها بنفس الطريقة وردت كام مرة لكن ما يجيبش مثلا يعمل بحث عن محبة الله أو يعمل بحث عن كلمة محبة وردت كام مرة في الكرآن وردت كام مرة في الكتاب المعدس كويس لكن يا دكتور منقذ أنت وغيرك يعلم جيدا أن كل هذه المحاولات مش ممكن أبدا لأي إنسان عاقل أنه يصدقها أنك تيجي تقول لي أن القرآن تحدث عن أن الله يحب أكثر من الكتاب المعدس يبقى أول حاجة هتيجي على بالي أقول أنت مش بتقرأ الكتاب المعدس أنت ممكن بتقرأ كتاب بوذا ولا كتاب آخر لكن مش بتقرأ كتاب المعدس وما درستش هذا الموضوع في الكتاب المعدس وما حاولتش أنك تدرس موضوع محبة الله في الكتاب المعدس ولا حتى تعمل ورد ستادي عن المحبة في الكتاب المعدس بسرعة كده دكتور مونكز أنه الكلام اللي أنت قلته كلام غير صحيح فهو كلام غير صحيح وأنا مش هجيب كل الآيات اللي بتتكلم عن محبة الله لأنه ده يحتاج إلى ساعات لكن أنا هجيب مجرد عينة بسيطة بعض الآيات ويمكن بعض الآيات اللي محفوظة واللي معروفة لعدد كتير من ناس يقول كده الرب في العهد الأديم ويحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك يحبك تكلم على كل شعب إسرائيل الرب يفتح أعين العم الرب يقوم المنحنين الرب يحب الصدقين ودي الآية اللي انت بتقول لنها بس الآية الوحيدة اللي جات في كتاب مقدرة تتكلم عن أن الرب يحب وطبعا انت واخد الآية دي لأنها تتماشى معك إنها مسائل بقية الآيات كلها اللي بتتكلم عن محبة الله أيضا الخطاة اللي احنا نتكلم عن مكرهة الرب طريق الشرير وتابع البر يحب يقول كده أيضا في سفانيا ثلاثة وفي عدد سئ سبعة الرب إلهك في وسطك جبار يخلص يبتهج بك فرحا يسكت في محبته يبتهج بك بترنم رب يحب في أرمية واحد وثلاثين ثلاثة تراء لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة محبة الرب محبة أبدية رب هنا بيكلم لشعب الخاطي اللي عبد الأوثان وأرسل لهم هشع لكي ما يرجعهم إليه ويقول لهم هذه الكلمات أنا أشفي ارتدادهم أحبهم فضلا لأن غضبي قد ارتد عنهم أحبهم فضلا في يحنى 3 16 يقول لنا كده أيضا الآية المعروفة والمحفوظة لأنه هكذا أحب الله العالم وكلمة العالم هنا يا دكتور بنكز تعني البشرية كل البشرية هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدي محبة الله هي لكل البشرية بوليس الرسول يقول لنا عن محبة الله في آفس 2 وفي عدد 4 إلى عدد 7 يقول لنا الله ماله وما هي صفاته الله الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أمواد بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الدهور الأتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع رحمته نعمته محبته من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن صالحون وأبرار لا 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 ونحن أمواد بالخطايا أحيانا مع المسيح شاهد آخر يا دكتور مونكز أن الله بيّن محبته لنا أظهر محبته لنا برهن عن محبته لنا أظهر هذه المحبة demonstrated this his love الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا يحن الأولى أربعة في نفس الأصحاح في أكتر من آية يولينا كده في هذا هي المحبة إيه هي المحبة ليس أننا نحن أحببنا الله بل أنه هو أحبنا وبرحان محبته أنه أرسل ابنه كفارة لخطيانا ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا الآيات عشرة ستاشر وتسعتاشر محبة الله ليس أننا نحن الذين أحببنا الله لكنه هو الذي أحبنا عشرة يقول لنا هنا الرسول لحن نحن نحب ده رد فعل الإنسان تجاه محبة الله نحن نحب ليه لأنه هو أحبنا أولا ويا بخت من يدرك محبة الله له يا لسعادة الإنسان الذي يدرك ويفهم ويعرف ويختبر محبة الله الله مش بيقول لنا لازم تبقى كويس علشان تقدر تقترب إلي الله بيقول لي تعالى إلي وانا أجعلك كويس لأنه لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب لو أنا كويس أنا مش محتاج إلى طبيب لأنه محتاج للطبيب لما كنكو وحش والجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد محبة الله يا دكتور منكز على صفحات الكتاب المؤدس كله أول ما أعلنت أعلنت عندما خلق الله الإنسان وأعطاه أن يصير شبهه يخلق على صورته وينفخ فيه نسمة حياة وعندما أخطأ هذا الإنسان آه هناك عقاب للخطية لكن بنرى محبة الله أنه صانع لهم أقمسة من جلد وبنرى محبة الله كلها على صفحات الكتاب المؤدس طبعا مزاي فهم حضرتك لأن احنا أيضا بنفهم يعني قداسة الله وبنفهم يعني بر الله وبنفهم يعني عدل الله وبنفهم أن صفات الله هي كلها في تناغم ولا يوجد فيها تناقض أو تعارض فكما أنه هو محب هو أيضا عادل وعدله ومحبته اللي اتنين دول هما السبب في الصلب والفداء وهم اللي ظهروا في صلب يسوع المسيح وموت المسيح الرحمة والحق العدل والمحبة طيب في آيات أخرى كتير بس أنا مش هاخد كل الوقت أن أنا أذكر الآيات لكن من فضلك بلاش العبارات اللي بترميها في الفيديوهات يعني بتكون غير حقيقية فلا يمكن لأي إنسان عاقل مهما كان ده الإنسان اللي بيعرف بس يفك الخط لو أرى الكرآن وأرى الكتاب مؤدس هيعرف قد إيه الكتاب مؤدس بتكلم عن محبة الله إنما تيجي أنت حاول تقنع المشاهدين بتوعك إنه الكرآن تحدث عن أن الله يحب أكتر من الكتاب مؤدس لو ضميرك قبلها يا دكتور مونكز يبقى مشكلة لأنها غير حقيقية وحضرتك تعلم كده كويس أنها غير حقيقية طيب إحنا في فيديوهات قبل كده تكلمنا عن إنه زي الله أظهر محبته بيّن محبته لنا وإذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا وإنه محبة الله رأيناها في شخص يسوع المسيح الذي وضع نفسه وقطاه حتى الموت موت الصليب ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه والمحبة تقاس بمدى العطاء اللي فيها لا تقاس بالكلام لكنها تقاس بالعطاء وعلى قدر صدق المحبة على قدر العطاء بتاعها لكن الدكتور منقز لما تكلمنا عن أن الله بيّن محبته أظهر محبته لنا وإحنا بعد خطاء والمسيح أعلن محبة للمسلمين بطريقة أخرى خلينا نشوف الدكتور منقز والجزء اللي جاي أو الفيديو اللي جاي ده فيه فيه جزءين فيه جزء من فيديو حديث وفيه جزء من فيديو سابق ونشوف كلام الدكتور منقز إزاي بين الفيديو هين دول اتغير ناخد الفيديو ونسمعه نحن المسلمين نعرف أن الله أحبنا حينما رأيناه هدانا إلى صراطه المستقيم حينما أقامنا على طاعته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها أي أن الله أقامه ويده يده التي يبطش بها يعني يعني أنت هتبطش الآخرين يعني اللي أنت بتعمله دوان سواء من قتل أو دبح أو تفجير أو ضمار هل دوان يبقى نفس فكر داعش ونفس فكر الجماعات الإرهابية ماشي نكمل وفق مراد وفق ما يريد من فعل الله به ذلك الله تبارك وتعالى يحبه طيب ده الفيديو السابق اللي هو الجديد اللي عمله لكن فيه فيديو سابق للدكتور منقص بيقول فيه برضو يحاول يرد على أنه إزاي ربنا أظهر محبته للمسلمين فخلينا فخلينا نشوف الفيديو السابق قال فيه إيه لأنه الكلام اللي قاله برضو يعتبر كلام مش منطقي نسمع الفيديو نكمل اليوم المجتمع المسلم فإننا اليوم نمثل أنظف المجتمعات نعم سواني 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 أنا عايزكو بس كمشاهدين وإحنا كلنا كلنا جينا من مجتمعات إسلامية سواء أعربنا نعترب بالحقيقة دي أو أنكرناها كل مشاهدي قناة الحياة كل من يتحدث العربية كويس جاء من مجتمعات إسلامية فهو أول حاجة بيقولها إنه المجتمعات الإسلامية هي أنظف المجتمعات طبعا هسيب لك كنتو الحكم ماشي نكمل أنظف المجتمعات رغم ما فينا من أخطاء رغم ما فينا من أخطاء وهذه الأخطاء بالمناسبة جناب القس جاي من عندكم هو كده دايما الأسلوب إنه حتى الأخطاء بتاعتنا مش بنحاول نصلحها ومش بنحاول نعترف إنها أخطاء إحنا دايما نجد الوسيلة إحنا نرمي اللوم على الآخرين ماشي فالأخطاء اللي موجودة في العالم العربي حتى هي جاي من برا هي مش بتاعتهم هم كويسين هم زي الفل بس هي جاي لهم من برا زي ما الميكروفون جالوا من برا وزي ما نظرة اللي لابسها جاي من برا وزي ما الساعة للحطيتها في إيده جاي من برا وحتى الطائل اللي لابسها جاي من برا وحتى اللبس بتاعه جاي من برا أيضا أيضا الحاجات الوحشة جاي من برا هو 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 اللي بيعمل حاجة ولا بتصدر عنه حاجة هو سلبي ماشي كم؟ من عندكم من الغرب جاية من عندكم من بلادكم في بلادنا أقل نسبة خمرجية أقل نسبة زنا أقل نسبة لواط في العالم أقل نسبة تحرش سعين 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 يعني الدكتور المنقذ لو حابب تجذب ما بقاش بالطريقة دي للأسف يعني 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 النهاردة العالم والمعلومات متاحة للكل بكل بساطة مجرد أن أنت تدخل وتكتب وتدور على أعلى المجتمعات نسبة تحرش في العالم تعرفهم مين؟ أفغانستان رقم واحد مصر رقم اتنين سعودية جاية في القيمة في العشر والأوائل دكتور ممكن إذا بتكلم مين؟ كلام ده ممكن تتحك بيه على ناس يعني نقول خمسين سنة فاتت كما تدرج تتحك بيه النهاردة أنت كده بتقلل من مصداقيتك بتقلل من مصداقيتك أي واحدة يسمعك وعيش في العالم العربي أي أخت هتسمعك وعيش في مصر وعيش في أغنسانة تقولك الرجل ده كداب ده المتحجبة المحجبة بتتعرض للتحرش زي أيضا اللي لابسها بانطالون جينس بتتعرض للتحرش يعني وأعلى نسبة طلاق وأعلى نسبة علاقات غير مشروعة طبعا كل العلاقات الغير مشروعة النهاردة بورقة سواء زواج المسيارة أو زواج الغيرو الأنواع المختلفة للزجاج دي كله ده بيخلص لكن ده كله زينة أنت بتكلم مين يا دكتور مونكس؟ يعني يا ريت يا دكتور مونكس وأنت بتكلم تبقى عارف بتقول إيه علشان دوا بيقلل من مصداقيتك لدى السامعين والمشاهدين كامل فيديو أقل نسبة تحرش أقل نسبة سرقة رجع للإحصاءات وراجع دكتور سترى بأن مجتمعاتنا هي أطهر المجتمعات هنا حينما نرى هذا نعلم أن الله أحبنا حين اصطفانا على طاعته لما هي أرقى المجتمعات ليه دايما اللي عايشين في البلاد الإسلامية عايزين يفروا من البلاد الإسلامية؟ ليه النهاردة لو السفارة الأمريكية فتحت باب الهجرة هتلاقي توابير قدام السفارة من أصر النيل لإسكندرية وأي بلد أخرى متحكش علينا يا دكتور منقذ كلام اللي أنت بتقوله ده غير حقيقي على أرض الواقع غير حقيقي وبالإحصائيات غير حقيقي أخذ مداخلة أختي في ريال أهلو أخ أشرف أهلين سلام ونعمة المسيح معاك سلام ونعمة أخي أشرف أنا عارفة ربي باركك رح تكفي وتوفي عن الموضوع شكورك لكن فعلا أشفقته على هذا الدكتور منقذ السقار وكتاب المقدس يقول هلك شعبي من عدم المعرفة يا دكتور منقذ هي المحبة بعدد المرات التي ذكرتها التي ذكرت في الكتاب المقدس أو في القرآن أم المحبة هي عمل هي عمل محبة الله لنا غير مشروطة حتى في الكتاب المقدس الوحي الإلهي يقول في رسالة يحن الرسول الأولى يا أولادي لا تحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق والمحبة والرحمة والغفران تجلت على الصليب بموت الرب يسوع المسيح له كل المشي والأخ أشرف كفة ووفة عن الموضوع يا ريت لو تفتح إذنك وذهنك حتى تفهم ما يقوله الكتاب المقدس وما قاله الدكتور أشرف من الكتاب المقدس لكن إنت إلهك بحكتني لما تقول يحب في القرآن محبة وإلهك يحب إنت إلهك حتى لا يحب الفرحين حتى الفرحان ما يحبه إلهك هو سادي وما يحب أحد يحب فقط واحد إذا يموت من أجله ويدافع عنه حتى يروح للجنة وشوف حور الأين والغلمان المخلدون أما أن الدول العربية الله اصطفاها وأنعم عليها أنت ظاهر عايش بالمريخ أنت إفتح القناة الشرقية وشوف العراق الجريح شوف كيف يصير به كله قتل وإرهاب وسرقات وانتحار وبلاوي وغيره من الدول العربية فالرب يرحم الجميع ويرحمك أنت في تقدم التقية الله يخليك تعلم الصدق شوية والإخلاص الرب يرحمكم ونصلي من أجلك أمين أشكرك أخي أشرف والرب يباركك شكرا يا أخت فريانا من نعمة فوق نعمة والرب يباركك والبارك خدمتك شكرا ليكي شكرا ليكي طب الدكتور منقز بيفسر محبة الله تفسير خاطئ هو معتقد أنه محبة الله معناها في الإيمان المسيح يعني رخصة أنك تفعل ما تشاء ربنا بيحبك وبما أن ربنا بيحبك بما أن ربنا بيحبك فكده كده بيحبك فأنت تفعل ما تشاء هو هو بيحبك كخاطئ فأنت تفعل ما تشاء ولما تخطئ وتعمل الخطيئة هو مازال بيحبك فتفعل ما تشاء وعش كده الدكتور منقز بيرى أن محبة الله ما هي إلا رخصة للمسيحيين أن يفعلوا ما يشاء زي ما الشيخ السابق واحد من الشيوخ قال لك محبة الله الله محبة يعني أنك تزني فخلينا نشوف الدكتور مونكس بيقول إيه عن محبة الله مفهوم الخاطئ عن محبة الله ونيجي نعلق على الفيديو أما في المسيحية فليس شرطا أن تصبح أفعالك جيدة يعني كلام دا جبنا منين المسيحية أما في المسيحية خلوا بالكم كلام دا خطير جدا أما في المسيحية فليس شرطا أن تصبح أفعالك جيدة الدكتور مونكس انت فاهمك لهذا الأمر خاطئ لما بنتكلم عن محبة الله مش معناها أنك تعيش وتفعل الخطية كما تشاء الله بيحب الخاطئ لكن الخاطئ إذا أتى للمسيح اتغير وصار إنسان صالح وحياة بتتغير وبيسلك بالبر والتقوى ولما نقول إن الله بيحب الخاطئ دا عكس عكس ما يقول الإسلام لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يصحح من نفسه ولا يقدر أن يغير من نفسه ولا يقدر أن يجعل من نفسه إنسان كويس وعش كده لما بيأتي بخطياء للمسيح بيصير ويتحول هذا الإنسان إلى إنسان كويس فيصدر عنه الصلاح ويصدر عنه البر ويصدر عنه الحب نكمل الفيديو بتاع دكتور مونكس وأفعالك طيبة يكفي أن تؤمن بأن الله قد مات من أجلك وصفع من أجلك من أجل أن تكون محبوبا عند الله تبارك وتعالى وأن يحبك الله تبارك وتعالى وبعد ذلك افعل ما تريد كما مر معنا في الشهر الماضي وبعد ذلك يعني بعد لما تأتي للمسيح وتؤمن بالمسيح وبعد ذلك افعل ما تريد أنا معرفش جابها منين من أنهي نص كتابي جاب الدكتور مونكس هذا الكلام يا دكتور مونكس خليني الأول أجيب الجزء ده يا دكتور مونكس ببساطة أنا عايز أشجعك أنك تسمع حلقة الأخ وحيد بالأمس في برنامج الدليل بتاريخ 11.1.2021 تحت عنوان أيهما يبيح الزنا الإسلام أم المسيحية ده جزء واحد لغير بعد كده يعني أنا طبعا أشجع الأخ وحيد مش بس أيهما يبيح الزنا أيهما يبيح الكذب أيهما يبيح الخداع أيهما يبيح الغش أيهما يبيح السلوكيات السلوك الجيد أو السلوك الرديء يعني لكن أيهما يبيح الزنا الإسلام أم المسيحية ده حلقة مبارح حلقة كده فريش عايزك تسمعها وتحاول تجواب عليه نكمل الفيديو بتاع الدكتور مونكس عندي هنا ملاحظة جنابك أما في المسيحية فليس شرطا حدها حد كده ده ألو مر معنا في الأسبوع الماضي افعل ما تريد فمحبة الله تبارك وتعالى لا يحدها حد طيب محبة الله تبارك وتعالى لا يحدها حد هي لا يحدها حد طبعا لكن ليس معناها أنك تفعل ما تريد أنا معرفش هو جابي الكلام ده منين هل قريت الموعيز على الجبل يا دكتور مونكس ألتعرف عنها حاجة الموعيز على الجبل اللي تكلم فيها المسيح عن كيف ينبغي أن يسلك أتباع المسيح الموعيز على الجبل اللي قال أحب أعدائكم باركوا لعنيكم صلوا لأجل الذين يسئين إليكم موعيز على الجبل اللي قال فيها سمعتم أنه قيل وأما أنا فأقول لا تزني أما أنا فأقول إنه إذا نظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه فقد زن بها الموعيز على الجبل اللي فيها الرب يسوع بيقول لتلاميزه أنه ينبغي أن تكونوا كاملين كما أن أباكم السماو هو كامل المسيحية المسيحية ليست رخصة للخطيئة دكتور مونكز والإنسان الحقيقي اللي عرف المسيح بيعيش للمسيح وبيعيش بحسب تعليم المسيح هل أريت رمية ستة دكتور مونكز أنا بجيب لك بس أمثلة رمية ستة بيقول فيها أنتم الذين مدتم عن الخطيئة فكيف تعيشون بعد فيها وتقدم أعضاء أجسادكم كألات بر لله ماريت هاش هل أريت أفاسوس خمسة وستة وسبعة وكلوسي أيضا هل أريت يحن الأولى والتانية والتالتة هل أريت رسالة بوتروس رسالة العبرانيين دكتور مونكز بالكلام اللي أنت بتقوله أنت بتثبت أن أنت تجهل أبسط الحقائق عن المسيحية بتثبت في كل مرة بتتكلم فيها أن تجهل أبسط الحقائق عن الإيمان المسيحي محبة المسيح تحصرنا دكتور مونكز مش معناها أن احنا نفعل ما نشاء وهو قد مات لأجل الجميع لا لكي يعيش الأحياء فيما بعد لأجل أنفسهم بل لأجل ذاك الذي مات لأجلهم وقام لأننا نحن عارفين لا الزواني ولا سكرين ولا خطاة ولا عبدة أوثان لاستطويلة لن يدخلوا ملكوتة السماوات دكتور مونكز كلام اللي بتقوله غير حقيقي وهو لا يقلل من المسيحية بل يقلل من مكانتك أنت ومصدقيتك طيب دكتور مونكز بقى بيقول لنا إيه بقول لنا أنتم غلطانين ليه يا دكتور مونكز أصله هناك فرق كبير بين رحمة الله ومحبة الله وإنتوا في المسيحية بتخلطوا بتقولوا أنه محبة الله هي رحمة الله هي محبة الله لكن هناك فرق بين المحبة والرحمة خلينا نسمع دكتور مونكز وهو بيشرح لنا الفرق ما بين الرحمة والمحبة ونرجع نعلق على الفيديو الجميل ده عندي هنا ملاحظة جناب القص أنتم تخلطون بين أمرين اثنين بين محبة الله وبين رحمة الله رحمة الله مختلفة عن محبة الله نحن نؤمن بأن الله رحيم وأن رحمته للبر والفاجر للمؤمن والكابر يعني رحمة الله يعني كلمة رحمة يا دكتور مونكز ما قالش ماشي كمل رحمته للإنسان والحيوان لكن محبته ليست لكل البشر فهناك بشر لا يستحقون المحبة هتلر واحد منهم الشيطان واحد منهم يهوذ الأسخر يوطي واحد منهم هؤلاء وأمثالهم لا يحبهم الله عز وإله لكن يبدو أن الخلط لديكم لا تفرقون بين علاقة المحبة وعلاقة الرحمة لما تمر على مسكين وتعطيله الدولار فأنت ترحمه لكن في علاقتك تعريفه للرحمة تعريفه للرحمة أنك تمر على مسكين وتديره الدولار ده رحمة ماشي لكن في علاقتك مع أهل بيتك إذا عطيت ابنك دولار مش معناه أنك بترحمه معناه أنه في مرتبة أعلى مرتبة أسمى هناك خصوصية ما هي هذه الخصوصية خصوصية المحبة طيب خليني أجل القز طيب في ناس يا دكتور ما استجابوا لهذا أجل الجزء ده لأنه مهم أوكي ما هو الفرق بين الرحمة والمحبة فرق بين الرحمة والمحبة يا دكتور مركز لما تحب تعرف حاجة تعرفها بحسب معناها من حيث القموس ومن حيث أيضا القرينة بتاعتها فنعرف الفرق بين الرحمة والمحبة وإحنا لا نخلط ولما بنتكلم عن محبة الله بنتكلم عن محبة الله وكلم عن محبة الله بكل وضوح كلم عن رحمة الله الله رحيم لكن يعني يعني الرحمة يا دكتور مركز الرحمة في معناها ككلمة تعني أن ترفع أو تمنع العقاب عن إنسان يستحق العقاب يعني ترفع حكم عادل على إنسان ده معناه رحمة ماكترحمه عشان كده لما موسى صلى في سفر الخروج وأصحاح 34 من أجل شعبه الذي أخطأ قال كده الرب الرب إله رحيم ورؤوف الرحمة أنه يرفع العقاب أنت تستحق العصى لكني رحمتك من هذا العقاب ولو دورت عليها حتى في القواميس المتخصصة هتلاقيها mercy is the act of withholding deserved punishment أنك تمسك أو تمنع عقاب مستحق يعني اللي قدامك أخطأ هو مستحق العقاب فلما نقول إن الله رحمنا إن الله رفع العقاب عنا مثال لذلك يا دكتور منقز عندنا مثل درب الرب يسوع لعشار وفريس الفريس هو الرجل المتدين الذي يعطي عشوره الذي يصلي الذي يصوم الذي يفعل كل متطلبات النموس والعشار ده في نظر الناس وحش إنسان خاطئ زي يزفت بيتعامل مع رومان وبياخد درايب من شعب إسرائيل المحتل فهو إنسان بكل المقاييس خاطئ رب يسوع قال لنا الاتنين دول سعدوا إلى الهيكل علشان يصلوا الفريس يوقف قدام الرب قال له إيه قال له هم أشكرك لأنه لست مثل باقي الناس الخطاه والزناه وإلى آخره وأنا أعشر كل ما أقطنيه وأصوم وأصلي وإلى آخر أما العشر إلينا الكتاب فلم يشأ أن يرفع عينيه نحو سماء من كتر خجله قدام ربنا ما كانش قادر يرفع عينه للسماء لكنه قرع على صدره وقال اللهم ارحمني أنا الخاطئ هو طلبي طلب الرحمة لأن الرحمة معناها ترفع العقاب ده مثل مثال توضيحي يعني الرحمة اللص اللي على الصليب اسكرني يا رب متى جئت في ملكوتك اليوم تكون معي في الملكوت ترحم الرحمة عندنا في المسيحية دكتور مونكز في مصطلحات لهتية مصطلحات لها تعرفها محددة الوطحة لهتيا من العهد من العهد من العهد الأديم ومن العهد الجديد في اللغة العبرية وفي اللغة اليونانية في القرينة وفي الصياق الكتاب المعدس من أهم هذه الكلمات كلمة رحمة وكلمة نعمة الرحمة وفي محبته ونعمته خلصنا أعطانا ما لا نستحق والاتنين دول رأيناهم في عمل المسيح الرحمة والنعمة محبة الله للإنسان فنحن لا نخلط ولا نبدل المفاهيم يا دكتور مونكز نحن نعلم جيدا عندما نتحدث عن محبة الله يعني زي ما بيعرفها اللهوتيين وفي كتب اللهوت وأنا هاخد هنا تعريف جي آي بيكر في كتابه معرفة الله The Knowledge of God هو كتاب معروف جدا حتى مترجم إلى اللغة العربية ممكن دكتور مونك استقطنيه بيقول لنا أنه محبة الله ما هي محبة الله ما يعني إيه الله محبة بيقول لنا أنه محبة الله هي ممارسة الله لصلاحه His goodness God is good ما فوش حاجة وحشة فمحبة الله هي ممارسة الله لصلاحه نحو أفراد خطاء يبقى الله بيمارس صلاحه نحو أناس خطاء لا يستحقون يريد خيرهم هو كل غيته هو خيري وخيرك يبقى الله بيمارس صلاحه نحو أنا الإنسان الخاطئ ويريد خيري إذ بذل ابنه من أجل خلاصهم هذا الخير كله الليلية موجود في شخص يسوع المسيح الذي بذل أو أعطى نفسه من أجل خلاصنا والآن يجعلهم يعرفونه ويفرحون به من خلال علاقة عهد علاقة حية بين الإنسان وبين الله إزاي تعرف إن الله بيحبك ممارسة صلاح الله نحو القطاع محبة الله نحو مخلوقاته هي أمجد وأسمى تجلي لهذا الصلاح الله كله خير كله جود ليس فيه الظلمة البتة هو نور ليس فيه شر ولا خبث ولا دهاء لكن الله في خير هذا الخير اتكلم عنه الرب يسوع لكل المجد وحاول إنه يفحم الإنسان خير الله وجود الله ففي مرة قال لي الجموع من منكم كأباء إذا سألوا ابنه سمكة يعطيها عقربا مين من الأباء يعمل كده ابني طالب يأكل سمكة روح أجيب له شوية عقارب أو من منكم إذا طلب ابنه خبزا يعطيه حجرا بدل ما أجيب رغيف خبز لي وأكله له أجيب له حجر وده له مين من الأباء وحشين بنعرف نين دي ولادنا عطايا جيدة فكان بالحري أبونا السماوي اللي هو كل خير عندما يجود ويعلن صلاحه ويظهر صلاحه نحو مخلوقاته إزاي هيكون هذا الخير محبة الله هي ممارسة صلاحه نحو الخطاء أي أن طابع محبة الله هي النعمة والرحمة محبة موجهة إلى أناس لا يستحكون أنا ما استحقش يا دكتور مونكس في ذاتي لا أستحق محبة الله وأنت كذلك وكل إنسان إحنا ما عندناش كبائر وصغير الجميع أخطأه والجميع أعوازهم مجد الله محبة الله دكتور مونكس غير مرتبطة بشيء حسن في المحبوب يعني يعني محبتنا نحن كبشر مرتبطة بالشيء في المحبوب أنا أحب لأن أنا بحب دكتور مونكس علشان كذا وكذا وكذا وكل واحد فينا يقدر يقول أنا بحب فلانا علشان علشان هو كويس علشان إنسان أمين علشان إنسان مخلص علشان إنسان كذا وكذا أنا بجده في وقت الصعب كده المحبة محبة البشر محبة الله بقى محبة الله هي محبة مجانية تلقائية ولا يوجد من يستدعيها أو يسببها ده اللي بيعلنه كتير مؤدس وإذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا الله يحب يا دكتور مونكس لأنه اختار أن يحبني ويحبك وليس لأجل سبب في أو فيك الله اختار إنه يحب لأن طبيعته طبيعة صالحة لأنه يريد خيري الله عبر عن محبته لنا نحن الخطى عندما أعطانا ابنه مخلصا لنا وعش كده زي ما قلت يا دكتور مونكس تقاس المحبة بمقدار عطائها ومقياس محبة الله هو عطية ابنه بمقدار عطائها قل لي الله في الإسلام أعطاكم إيه الله اللي بيعلن عن حبه اللي انت بتقول ده ماذا قدم لكم جنة تجري من تحتها الأنهار حريات ليل نهار خمر خمر فتيان أشياء لا تليق بمجده وبقدسته محبة الله تقاس في الكتاب المؤدس بمقدار عطائها لأنه ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه والمسيح وضع نفسه ومات من أجلنا الله محبة كمل مع بعض نفس الموضوع في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح يكون معكم ترجمة نانسي قنقر